أعزائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم اليوم الثلاثاء 29 من ديسمبر العام 2020 وحلقة جديدة برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور نيلي وفي الحلقة دي هنجاوب على العشر أسئلة الأهم حول اللقاحات لكون اللقاحات هي الوسيلة الوحيدة اللي أمام هذا العالم للخروج من هذه الجائحة وإحنا النهاردة وحنا بنبتعد يومين عن نهاية عام 2020 وهو أسوأ الأعوام اللي مر في التاريخ البشري منذ الحرب العالمية التانية وبعد أن تخطت تأثير الاقتصادي للجائحة التأثير الصحي فقد تسببت الجائحة في أكبر كساد عالمي في تاريخ البشرية فالنهاردة أنا أكلمكم في أكتر من تلت العالم في حالة إغلاق تاني تلت العالم وقد طاول هذا التأثير معظم قطاعات الحالي يومية طبعا منعكس على الأسعار ونتخيل 50% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعاني صعوبات وعرض الإفلاس كبرى المحلات العالمية لتجارة التجزئة متعثرة سياحة انخفاض 80% في السياحة الطيران خسائر بلغت 84 بليون دولار في العام الماضي طبعا عاديك عن الترفيه السينما والمسرح طبعا والمسابقات الرياضية والأولمبياد ازاي كل ده متأثر؟ وعلى فكرة سوف نفرض حلقة خاصة على التأثير الاقتصادي للجائحة بس ده مش موضوعنا النهاردة احنا موضوعنا هو اللقاحات انا اجملت الاسئلة عن اللقاحات اللي تهم الناس واللي الناس بعتوها لي في عشر اسئلة فابتلي بالسؤال الاول وهو الاهم اهمية التلقيع فيه يعني من 15 ل 30% من الناس بيقولوا ان احنا مش هناخد اللقاح طبعا نتفاهم مع الناس دي ايه اهمية ان احنا لازم ناخد اللقاحات ثلاث اهميات واحد في كل التاريق البشري اختفاء فيروس لم يحدث ما حصلش ابدا انه اختفى بنفسه بالمناعة الطبيعية بالناتشرال اميونيتي عن طريق المرض نحنا ناخد المرض وناخد المناعة ما حصلتش فقط باللقاحات عن طريق الهيرد اميونيتي مناعة القطيع تم التخلص من الاوبع وعندي مثالين هنا شال الاطفال الحمد لله دلوقتي ما عندناش اطفال بيجي لعشها الاطفال تخلصنا منه ازاي بالتلقيع اللقاحات ومثله الجدري السمول باكس دي نمرة واحد نمرة اتنين واحد يقول لي طب ما ناخد المناعة بالمرض ده حاجة خطيرة جدا لاربع اسباب اولا 15% من المرض من حالات المرض بتبقى حالات شديدة واحد في المئة من الناس بيتوفهم الله فدي مش طريقة اتنين لو سبنا المناعة الطبيعية بالمرض ممكن نلاقي عدد كبير من المرضى يمثله ضغط على الانظمة الصحية المستشفيات والعناية المركزة ما نقدرش نتعامل معاها تلات ان المناعة الطبيعية بالمرض مش معروف هتقعد قديه بالظبط ليه؟ لان الجرعة المعدية اللي بتاخدها حضرتك غير حضرتك غير العبد الله يعني بنختلف فيها بينما في حالة اللقاحات بندي جرعات محسوبة وعليه المناعة هتبقى معروف مدتها أربعة ان لسوق الحظ ان الكوفيد نينتين ما لوش علاج ما فيش علاج اكشول العلاجات دلوقتي علاجات مساعدة وعلاجات قليلة جدا ما عندنا شغل الدكتا بيسازون اللي بيحسن 30% من الحالات الشديدة وناس بتتكلموا فيها كلام على رمدي سيفير فيش علاج طب تالت سبب انه ممكن لو انا سبت روح للمرض يحصل الاثار مزمنة بعد كده ما اخد اللقاح اللقاح لا يمنع الاثار المزمنة للمرض بعد حدوثها لازم تمنع المرض اساسا عشان تمنع الاثار المزمنة فاللقاح بيمنع الاثار المزمنة للمرض بمنعه للمرض لكنه ما يزلهاش بعد ان تحب بس لو انا خدت المرض وحصل لاثار مزمنة مش هينفع اللقاح بعد كده طب النقطة التانية هل تعاطي اللقاح 100% هو اختياني بس انا بقوله هو اختياري اجبار يعني مش هديد حضرتك اللقاح بالعافية طبعا انت هتختار تاخد او ما تاخدش بس اقول لك حاجة هيبقى بطريقة اخرى اجباري يعني مش هتركب طيارة مش هتركب وسيلة نقل عام لازم تركب عربيتك الخاصة مش هتدخل مكان مغلق في عدم حدود الا اذا بينت انك انت واخد اللقاح هيبقى حاجة عاملة زي البطاعة الشخصية معاك شهادة انك انت خدت الفاكسينيشن تقدر تركب طيارة وتركب موصلة عامة وتدخل في الاماكن دي فهو اختياري اختياري بس هنا في الاخر حماية المجتمع هيبقى بصورة غير مباشرة هو اجباري ده كان السؤال الاول تقل للسؤال التاني اللي هو انواع اللقاحات ودي الحلقة دي مخصصة اللقاحات فعاوز ادرسها علمين اولا عشان نعرف انواع اللقاحات لازم نعرف تلات اشياء عن فيروس كوفيد 19 وانا حضرتلك رسمة لهذه الصورة احنا احسن تشبيه للفيروس كوفيد 19 هو زي ثمرة التين الشوكي لوب الصمرة اللي هو هنا ده عبارة عن الحمض النووي اللي هو عبارة عن خيط واحد من القشرة الحامية اللي هي باللون الاصفر اللي بتحميه دي عبارة عن دهون ودي اللي عشان هابنقول لحضرتك تخسل ايديك مقررا ومجددا بالصابون او بالكل 70% اللي هو الساني تايزرز عشان خاطر تزيل القشرة الحامية الفيروس دي فتقتله وبعدين نيجي الاهم حاجة بقى بره اللي هي باللون الاحمر اللي هي الاشواك البروتينية اللي ستايك بروتين دي الاشواك البروتينية باللون الاحمر دي هي سر قوته وسر ضعفه سر قوته ليه لانه عن طريقها بيتحد مع مستقبلات معينة في بعض خلاق جسم اهو اللون الاحمر الاشواك البروتينية تتحد مع بعض من خلايا الجسم خلاص ودي بتفصل حاجة مهمة جدا هو ليه الفيروس بيصيب اعضاء معاناة في الجسم ويصيبش اعضاء اخرى الاعضاء اللي عنده فيها مستقبلات الاشواك يتمسك فيها هيقدر يصيبها كما في حالة حواس الشم والتزوق والرئة والقلب والاوعية الدموية والجهاز الهضمي والكبد والكلة فيه مستقبلات يا بيقدر يصيبها طب بعد ما بيصيبها بقى ودي سر قوته ويدخل جوه الخلية بيعمل ايه بيحول الخلية دي لماكينة لتصنيع ملايين النسخ من الفيروس يعني هي الخلية بقى هي اللي تصنع الفيروس ازاي نواة الخلية هتطلع رسالة الحمض النووي اللي هو الميسنجر رايبو نيوكليك أسد محملة بالمعلومات اللي لازمة لتصنيع الفيروس توديها للمصانع بتاعة خلاك جسم اللي يسموها الريبوزومز يعني الاكسام بتاعة الريبو الريبو نيوكليك أسد يروح للريبو زومز يصنع الفيروس يبقى الاشواك البروتينية دي هي اسد قوته يدخل عن طريقة الخلية ويحولها المكينة لتكوين ملايين النسخ منه طيب وليه هي سر ضعفه في نفس الوقت لأنه الاشواك البروتينية اللي يبلون الأحمر دي بيتلقفها الأول خلايا ذات أهداب ويروح بها لخلايا المناعية مين هي الخلايا المناعية هي نوع من قرات الدم البيضاء الخلايا المناعية نوع من قرات الدم البيضاء اللي هي الخلايا الليمفوية فتنتج الخلايا الليمفوية دي بعد يتحولها إلى نوع آخر من الخلايا بس ده مش مهم لو هالبلازما سيلز تنتج أجسام مضاد يبقى الخلال المناعية الخلال المفاوية من قرار الدم البضعة هتنتج أجسام مضادة اللي هي زي حرف الواي تعمل إيه تتحد مع الأشواك البروتونية وتوقف عملها طيب نيجي بقى اللقاحات في عندنا أكتر من 150 شركة بتطلع لقاحات إنما اللقاحات المتاحة في العالم دلوقتي ستة هنشرحها هبتدي هبدأ بدراسة اللقاحين الصينيين ليه؟ إن هما دول متاحين يعني هذان اللقاحان هما المتاحان في مصر العزيز دول بالتكنيك إزاي؟ جيبوا فيروس الكوفيد نفسه ويقفوا نشاطه كيميائيا يبقى عبارة عن إن أكتيفيتد فيروس اللقاح ده عبارة عن إن أكتيفيتد فيروس يبقى لما ندهولك هو غير ناشط يبقى مش يعمل لك عدوى إنما الخلايا المناعية لما هتشوف الأشواك البروتونية بتاعته هتنتج ضده الأجسام المضادة دي اللي هي اللقاحات السنية وعلى فكرة هذا التكنيك مستخدم في شلل الأطفال وفي الالتهاب الكابدي إيه؟ طب ننتقل إلى اللقاحين الثانيين اللي هما اللقاح بتاع إنجلترا اللي هو أسترازينيكا بتاع جامعة أكسفورد وبتاع روسيا دول لا بيستخدموا تكنيك تاني خالص بس برضو تم قبل كده بيجيبوا فيروس تاني خالص غير معدي للإنسان ويحملوه بالمادة الجينية اللازمة لتصنيع الأشواك البروتينية يسموها فيروس فيكتور فيكسين يعني فيروس مش معدي لنا بس محمل بالمادة الجينية اللي هي هتدفع خلال منع الجسمنا لتكوين الأجسام المضادة ضد الأشواك البروتينية للفيروس اللي هي سر قوة الفيروس الحقيقي وبرضو هذا التكنيك اتعمل قبل كده في مين؟ في الإيبولا في فيروس الإيبولا طب نيجي بقى لآخر لقاحين اللي هما لقاحين بتوع أمريكا اللي هما بتاع موديرنا وبتوع فايزر بالاشتراك مع شركة بايوانتيك الألمانية دول بقى بيستخدموا تكنيك جديد خالص قال لك معنا ليه ندي فيروس الكوفيد بعد إقاف نشاطه أو فيروس مشابه للكوفيد بس محمل بالمادة الجيلاتينية لإنتاج الأجسام لإنتاج الأشواك البروتينية إحنا ندي رسالة الحمض النووي نفسه الرسالة اللي هتعمل الأشواك البروتينية اللي هي الميسنجر RNA فده تكنولوجي جديد خالص طيب دلوقتي ده يعني واحد يقول لي عاوزين ننتقل للسؤال اللي بعده طيب إحنا يعني المزايا والعيوب وعلى أي أساس هنختار اللقاح تعال نقارن اللقاحات بتاعة الصين وبتاعة إنجلترا وبتاعة الروسيا دي فيها مستين وفيها عبين الميزة الأولى إنها مجربة دين مراحل الميزة التانية وهي الأهم إنها يمكن حفظ اللقاحات دي في فريزيرات عادية يعني الفريزيرات بتاعة التلاجات موجودة وعشان كده هي الأنسب لدول العالم النامي في استخدامه وعشان كده اخترنا اللقاحات الصينية لأن التكنولوجي بتاعها سهل ومجرد طبيعي بها إن فعالياتها أقل قليلا من اللقاحات الأمريكية يعني فعاليها 86% مقاراة في اللقاحات الأمريكية 95% الفعالية مش فارق كبير يعني وفيها عيب تاني لها خص حضرتك إن عشان الإنتاج بتاعها بطيء ما تقدرش تنتج كميات كبيرة في وقت قليل العكس بقى اللقاحان اللي هم الموجودان في أمريكا اللي هم موديرنا وفايزر دول التكنولوجي جديد يعني مش مجرد قبل كده ثانيا محتاج بتخزين فايزر في ناقص 70 سلسيس وفي موديرنا ناقص 20 سلسيس يبقى عاوش تلاجات خاصة واستعدادات خاصة غير متاحة لدول العالم النامي إنما إيه المزالة فيها إن الفعالية أكتر قليلا بدل 86% بتبقى 95% والإنتاج سريع جدا موديرنا بتقول إنها في سنة 2021 هتنتج من نص إلى مليار جرعة تصور مليار جرعة بس على فكرة مليار جرعة ده لو أنتجت مليار جرعة ده يكفي 500 مليون بس عارف ليه لأن الإنسان محتاج جرعتين وفايزر قالت ده أنا هانتج في سنة 2021 هانتج مليار وثلاثة من عشر وبرضو ده يكفي 650 مليون إذا فهمنا السؤال التاني ليه إحنا اختارنا اللقاح بتاع الصين لأنه تخزينه نقله سهل في فريزرات عادية والفعالية أقل قليلا 86% مقررنا بـ 95% مش حاجة جمد والإنتاج بطيء مش مشكلة إحنا محناش عددنا بالمليارات طيب ننتقل إلى السؤال الرابع تأثير التحور في الفيروس شميعنا؟ خبر أزعج العالم كله أن الفيروس حور نفسه أول دولة اكتشفته هي إنجلترا ثم بعد كده اكتشفه تاني في جنوب أفريقيا وفي السويد وفي كندا وفي دول عدة الفيروس المحور ده لدرجة أن حصل إغلاق لكبرات الشركات التاني العالمي عشان يعزلوا إنجلترا عن الباقي بس هو أوردي تناثر ما هو تأثير تحور الفيروس؟ ثلاث تأثيرات واحد بيغير قدرة الفيروس على الإنتشار اثنين بيغير من شدة العدوى ممكن بالإيجاب أو بالسلم ممكن يغير في مقدرة اللقاح على توفير المناعة طيب ما هو الحادث الوقت؟ الفيروس المحور ده أدى لإيه؟ الفيروس المحور أكثر في سرعة الانتشار 70% إنما لسه ما درسوش تأثيره على شدة العدوى والحمد لله ما زال حتى الآن التغير بسيط فما أثرش على مقدرة اللقاحات الموجودة على مكافحته خلاص؟ يعني اللقاح ما زال ينفع مع الفيروس الأديم والمحور ومع ذلك برضو مدير بايو أنتك الألمانية قال يا جماعة ما تخافوش حتى لو الفيروس تحور فنحن الآن نقدر ننتج لقاح جديد لأن خلاص عندنا المعلومات في زمن لن يتخطى 6 أسابيع يعني برضو لي طب أنا أخرى حتى لو حدث تحور لي في 6 أسابيع هنقدر نطلع لقاح آخر طب هنا أنا عاوز أقارد كوفيد ناينتين فيروس بالفيروس القاتل الإنسان عشر مرات للإنفلوانزة والأرقاب لا تجزل في الإنفلوانزة معدل وفيات أقل من واحد في الألف كل ألف واحد بيجي لهم إنفلوانزة واحد أو يمكن نسبة أقل يتوفاهم وبينما واحد في المية في حالة الكوفيد ناينتين يعني عشر مرات خلاص ده واحد في المية إنما ده واحد من عشر في المية طب فيه نقطة تانية مهمة جدا في الوفيات إن فيروس الإنفلوانزة بياخد بياخد الكبار السن أوي والصغارين أو الأطفال ببيهات أوي بينما لرحمة ربنا الكوفيد ناينتين بياخد فقط كبار السن لكن تأثيره على الأطفال بسيط خالص ما عاوز أقول حاجة في فيروس كوفيد ناينتين في الكبار السن قارننا حاجة جميلة أوي في المرحلة العمرية من عشرين لتلاتين اللي هو النص حطة حلوة أوي كل عشر سنين بيزيب مقدرة القاتل ثلاث مرات يعني من ثلاثين لاربعين نسبة الوفاية ثلاث مرات أكتر من عشرين لتلاتين طب أربعين لخمسين كمان ثلاثة يبقى تسعة خمسين لستين يبقى سبع عشرين ثلاث مرات كل عشر سنين لكن حاجة رائعة هو مالوش دعوة بالأطفال الأطفال بقى بالعكس تحت ستاشر سنة وافتكروها الأطفال تحت ستاشر سنة مقارنة بالفئة العمرية عشرين تأتيين احتمال الوفاة أقل ستاشر مرة يبقى تحت ستاشر سنة أقل ستاشر مرة لأنما فوق سنة تأتيين كل عشر سنين بتزود ثلاثة طب نيجي بالنسبة للتحور بقى هنا الميزة بتاعة الكوفيد يعني شفتنا عيوبه في الانتشار ثلاثة لأربع مرات وفي القاتل عشر مرات لكن في التحور أبطأ بكتير من الانفروانزة وعليه فعالية لقاحات الكوفيد نينتين بتبقى من 85% إلى 95% بينما فعالية لقاحات الانفروانزة فقط بسبب التحور السريع 40-60% نمرة اتنين إن لقاح الانفروانزة مضطرين ناخده كل سنة لأنه التحور سريع جدا لقاح الكوفيد نينتين لسه بنعرفش هنجابه النقطة دي لاحقة ده كان السؤال الرابع ننتقل للسؤال الخامس مين ياخد ومين ما ياخدش لازم في الفئات اللي تاخد هنبتدي بتلت فئات مهمة جدا نمرة واحد طبعا كلنا عارفينها اللي هي الهيئات الطبية مين في الهيئات الطبية نبتدي به اللي في الفرانت لاين اللي هما في مستشفات العزل الأطباء والممرضين اللي والممرضات اللي موجودين في مستشفات العزل دي نمرة واحد نمرة اتنين شفناها هو خطر على مين على المسنين كبار السن الإنفروانزا كان كبار السن وإيه؟ ببهات فندي للمسنين ونبتدي بالأكبر فالأقل سن ففي كندا مثلا عندنا فوق سن مئة سنة عندنا 6500 شخص يبتدوا بيهم ثم فوق سن 85 عندنا مليون ونص دول اللي بعديهم وهكذا بالأكبر الأقل تالت مجموعة نديها اللقاحات دي اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة لأن دول المضاعفات بتبع عندهم أكثر زي أي أمراض مزمنة؟ زي طبعا الأمراض الضغط والقلب والسكر زيادة الوزن نقص أمراض نقص المناعة يبقى دول الثلاث فئات اللي هنبتدي بيهم طب مين ما ياخدش؟ أنا أحب نظام جد قسمتهم في المطلق وتقسيمها نسبية مين ما ياخدش خالص؟ نعم روح اللي عندهم حساسية شديدة السؤال بدقة أكثر وبقول الحلقة دي موجهة لعوامل الناس والأطباء غير المتخصين يعني حساسية شديدة في ثلاث أحوال اللي عنده حساسية شديدة لمكونات اللقاح أو عنده حساسية شديدة لما خد لقاح قبل كده أو حساسية شديدة لما بياخد عقار في صورة يعني حقنة في الوريد أو في العدد يبقى ميش أي حساسية شديدة لازم حساسية شديدة لمكونات اللقاح أو لقاح مماثل أو لعقار بيتاخد بالحق طب هنا برضو في نقطة مهمة لصغار الأطباء من غير المتخصين إحنا عندنا أكتر حساسية عارفينها الأطفال يقول لك عندهم حساسية البنيسيلين هذا الكلام ثبت أن 90% من التصور بأن الطفل عنده حساسية البنيسيلين خطأ ليه؟ أن الطفل بيحصلوا بسبب العدوة الفيروسية والبكترية طفح جلدي ويأخذ البنيسيلين فهيتهقلهم أن الطفح ده حصل من البنيسيلين ما لما هو في واقع الأمر حصل من العدوة عشان كده بقولها معلومة جميلة قوي 90% من حالات الحساسية البنيسيلين مش صحيحة طيب يبقى أول ناس مش هتاخد في الإطلاق اللي هم عندهم حساسية شديدة وقلنا لمكونات الفاكسين أو للقاح آخر أو لعقار بالحق نمرة أتنين طبعا شوفنا الأطفال تحت 16 سنة لأن احتمال وفاتهم بيبقى 16 مرة أقل من اللي في العفقة العمرية من 20-30 وأقول لك حاجة معلومة جميلة والألقام لا تجذب أن في إنجلترا مات 30 ألف شخص في وقت ما بالوقت أكتر طبعا عارف كم فيهم كم طفل في 30 ألف؟ 3 أطفال بس يعني 1 إلى 10 ألف يبقى لين نديهم ودليل آخر على اللي بقوله إن هنا المدارس اللي فيها الأطفال تحت 16 سنة جمعات فوق 16 سنة أفليل بقتلين الجمعات وفتحين المدارس لأن الأطفال الخطورة عليهم بسيطة خالص طب تالت فئة ما تاخدش لو حضرتك مريض بالكوفيد أنت مريض بالكوفيد نديك لقاح لكوفيد لا طب واحد يقول لي مش هيدوني خالص آه هنديك لما تشفى تماما وعلى فكرة وأنت مريض بالكوفيد ما تاخدش أي لقاح آخر ولا لقاح الإنفلوانز طب نقطة جميلة يعني أحب تعرفوها طب بالعكس لو أنا خدت اللقاح وبعدين قبل ما أعمل مناعة جاني كوفيد وفيش أي مشكلة أدي إجابة السؤال لا مشكلة طب نيجي بقى موانع نسبية يعني إيه موانع نسبية يعني في نفس الفئة ممكن الناس تاخدوا ناس لا الموانع النسبية يقول زي مين وهنتكلم عليهم تفصيلية الستات الحوامل والمرضعات بعضهم ياخدوا بعضهم لا هنشوف إمتى الناس اللي عندها نقص في المناعة بسبب مرض أو بسبب عقار بيعطوه بيناقص المناعة في بعضهم ياخد بعضهم لا أو المرضى اللي بياخدوا مناعات التجلط بعضهم ياخد بعضهم لا لأن طبعا لما بتدي الإبرة واحد بياخد مضاد للتجلط ممكن تعمل له هيماتومة طب نيجي بقى مجموعة تالتة هنديها بس بمحاذير معينة واحد هنا عندي خمس مجموعات واحد عنده حساسية شديدة بس يميش بقى زي ما قلنا لللقاحات وللمكونات بتاع اللقاح وللحؤن لا عنده حساسية شديدة لأكل هنديها بمحظور اللي هو إيه؟ إنه بعد ما ندهاله يقعد ما يسيبش المكان لمدة تلاتين ديئة حتى نتأكد لما حصلش حساسية لو حصل حساسية ممكن نوقفها بالأدرينالين اللي هو الإبينفرين أو يسموها إبيبان وأنا أقول لك حاجة نصيحة مخلصة كل واحد فيكو يروح ياخد اللقاح ما يمشيش قبل تلاتين ديئة حتى يتأكد لما حصلوش حساسية مفرطة ويدولوا الإبينفرين طيب نمرة اثنين واحد خد لقاح الإنفلوانزة ماينفعش ياخد لقاح الكوفيد قبل 14 يوم دي نمرة اثنين طيب مريض بالكوفيد وعالجوه بانتيباضيز ادوله انتيباضيز ضمن العلاج هنا ما ندلوش اللقاح غير بعد 90 يوم طيب شخص في العزل لأنه ممكن يبقى عنده كوفيد ما ندلوش غير بعد انتهاء العزل دي المربعة وبعدين زيان بقول لو واحدة ستة حامل ودتها اللقاح وحويتها عيلة الحرارة العيلة دي ممكن تأثر عالجانين على فكه فعشان كده بنقص الحرارة ومش بأي عقار لازم بعقار آمن اللي هو الأسيتامينوفم اللي هو البراسيتامول اللي هو الطيلينول ده اللي لازم تاخد لازم 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 لو خادت وحريطها ارتفعت ننزلها طيب حتكلم في نفس السؤال ده الخامس على الفئات الخاصة الحوامل هو ليه إحنا مع الحوامل لم تتضمنهم التجارب الأولى عندنا زخم من المعلومات ما نقدرش نجرب في كل الناس في أنواح فما جربناش على الحوامل لكن حصل إنه إحنا بنجرب على المتطوعين بعضهم كان حامل وما يعرفش من الستات أو حمل بعد ما خاد اللقاح أقول لك حاجة ما لقناش أي مشكلة طيب بس على فكرة ده ما نقدرش نخرج علميا نقول بقى إن اللقاح لا يؤثر في الحوامل لإنه نحتاج إحنا نعمل التجربة على أعداد كبيرة إنما في الأعداد الصغيرة اللي حصل بالمصادفة ما حصلش حاجة طيب لو سيت حامل تقول لي أخد ولا ما أخدش اللقاح فبقول لها حاجتين في أول تنى تشهر الفيرست راي مينستر اللي هو ما ممكن يحصل ممكن ما بقولش اللقاح هيعمل كده إنما هو في العموم ممكن يحصل تشوف الأجنة يبقى يفضل بلاش في اللقاح في أول تنى تشهر طيب إلا إذا كانت هي بقى عرضة جدا إن يجي لها الإصابة لإنها بتشتغل في الخطوط الأولى في الهيئات الطبية ممرضة أو بتشتغل في دار مسنين أو كان عندها أمراض مزمنة ممكن لو جالها الكوفيد تؤدي إلى وضعفات خطيرة دي أول فئة وقلنا لو حرارتها زادت هننزلها بال مش أي عقاب بال تاني حاجة المرضعات لأن الست اللي بتردع فيش أي مشاكل ما تأجلش الرضاعة وتقعد عادي خالص تتردع ونفس الكلام الست ما تأجلش الحمل في اللي قبلها نمرة ثلاثة قلنا الأطفال خلاص الدراسة عملناها لسن 16-18 بس ليه منزلناش تحت 16 سنة قلت لأن تحت 16 سنة نسبة الوفاء أقل 16 مرة من الفئة العمرية من 20-30 فأدي إجابة بالنسبة للأطفال وغالبا الأطفال مش هياخدوا اللقاحات قلنا في إنجلترا تأتيتها في كوشة التأذين ألف بس كانوا من الأطفال والمدارس فتحة وشغالة زي الفل الحمد لله جمعات أفراد طب الناس اللي عندها نقص في المناعة بسبب مرض أو بسبب عقار قلنا مين ياخده مين ما ياخدش ما ياخدش اللي عنده نقص في المناعة إذا كان عنده حساسية شديدة من إيه بقى؟ من مكونات اللقاح أو من اللقاح آخر أو من حقم معين يبقى ما ياخدش معايا؟ فده اللي نعمله وفي جميع الأحوال الناس اللي تاخد اللقاحات هتلتزم بالإجراءات الاحترازية للموسك والتباعد الاجتماعي والغسيل اليد مجدداً ومقرراً وعدم ملمسة الوج لحد إمتى؟ لحد ما ستين لسبعين في المئة من المجتمع يتم إعطاء اللقاح يعني لحد ما نصل إلى مناعة القطيع ده كان السؤال الخامس السؤال السادس طب واحد يقول أنا خايف أقول العقار ليه خايف؟ خايف من الأعراض المحتملة طيب اتكلمت عليها في حلقة قبل كده لقد أقولها تاني أعراض المحتملة فيه أعراض شائعة بيبقى تعب شوية ألم في العضلات تحصل صداع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وطبعاً في مكان الحق نممكن يبقى فيه شوية حرقان ولون أحمر وتورم خفيف دي أعراض شائعة بتحصل أمتى؟ بتحصل في أول أسبوع بعد الحق غالباً في أول يومين وممكن تحصل بعد الجرعة التانية خاصة في صغار السن أعراض طفيفة جداً أنا أحكي لك قصة صغيرة ليه تلميذ أمس وزميلي اليوم دكتور أمران باطنة بيشتغل في بافره هنا دا كان جاله كوفيد ولأنه طبيب في الخط الدفاع الأول ادوه اللقاح بتاع موديرنا وحصل بالزبط اللي قلت لك عليه دا شوية صداعش خفيف وقلب في العضلات وتعب دامت لمدة يومين أنا سألته سؤال طب مقارنة بالأعراض اللي حصلت لك لما خدت الكوفيد قال لي لا وجه المقاردة خبالك دا خد كوفيد وبعد كده خد العقار طبعاً انت شاف من الكوفيد فقلت ناخد بعد ما يخف لأنه عشان نديله منعه معروفة قال لي لا تقارن أنا وانا أخذ الكوفيد كنت حاسس بالزبط قال لي التعبير دا قطر ماشي علي مش علي وشواكيش في بماغي هنا ما دي الأعراض بتاعة اللقاح بسيطة جداً وبتدي له حماية رهيبة طيب في احتمالات أقل وخصوصاً مع اللقاحات الأخرى لسه ما نعرفش مع لقاحات الكوفيد أول لأنه ممكن اللي بيأكل أي لقاح يحصل له طفح جلدي وارتفاع شديد في درجة الحرارة وفي حالة الأطفال قلت بيقى الطفل متقريف طبعي الاحتمال الخطير ان يحصل له حساسية قلت مش ليه الفكسين نفسه لمكونات الفكسين اللي هنتكلم عليها الحساسية دي بتحصل نسبتها دي واحد لكل مئة ألف لكل واحد في المليون خلاص وبتحصل بعد أقل من تاتين دقيقة عشان تلا قلنا استنى تاتين دقيقة ما تمشيش بعد ما يدوك اللقاح في صورة ايه في صورة طفح جلدي وهرش في صورة تورم في الوجه في صورة ديق في النفس وكحة وعطس في صورة قيء وقلم في البط هنديك حقنة الابنفرد أو الأدريناليل هتبقى زي الفل احتمالها قد واحد لمئة ألف لواحد لمليون بينما لو مخدتش اللقاح وأصبت احتمال الوفاة بقى مش واحد لمئة ألف لواحد لمليون واحد في المية يقوم تروميز تقارن يبقى نازم ناخد اللقاح في أسئلة هنا مهمة جدا وأقول السوشال ميديا مليانة كلام من غير المتحصصين والناس تجل وراهم إنه بيأثر في الكود الوراثي اللي هو الديني الإجابة بالقطع لأ طب ليه لأ وأقول لي قنعنا أنت بتتكلم كم علمي إنه اللقاحات بتاعت الصين وبتاعت أسترازينيكا وبتاعت روسيا تم تجربتها الصين وأسترازينيكا وروسيا جربناها جربنا في الإيبولا وجربناهم في بتاع الصين نفس التكنيك في الشراء الأطفال وفي الاتهاب كابي دي إيه ما عملتش أي تغير في الكود الوراثي وبقالها سنوات طويلة طب حتى اللقاحين اللقاحان بتوع أمريكا اللي هم بتوع موديرنا وفايزر اللي هم ميسنجر رأيي دا بيبقى في السايتو بلاس بره يعني الكود في النواة إنما الميسنجر رأيي موجود في السايتو بلاس بيبقى غيرها زي وقوزيدك من الشعر بيتا والميسنجر رأيي دا اللي انت بتديه بيكسر بعد وقته قليل جدا وحتى لو ما تكسرش فعليته في إنتاج الأشواك البروتونية بتقف تماما من غير ما تكسر بعد عشرة وربعة عشر يوم فهنا داعي للقوف طب نمرة ثلاثة إفرد غير الست شركات اللي تكلمنا عليهم طلعوا باكسين دي إيه بقى مش أر إيه دي إيه اللي هو القود الوراسي ما احنا عندنا لقاحات زي لقاح الإنفلونزا ولقاح الإيدز ولقاح الهيومان بابيلوما فيروس دول دي إيه وتم تجربتهم على حيوانات وتم تجربتهم على الإنسان ولم يغيروا القود الوراسي فحتى لو طلعوا دي إيه ما فيش أي خطورة على القود الوراسي وبي أدل لأولتها واحد اتنين ثلاثة الصيني والأسترزينيكا وروسيا والأمريكاني وحتى لو دي إيه طيب هل يؤثر يقول لك إيه ده بيأثر في الخصوبة بتاعة السيدات ويأثر في الأجنة كلام فارغ لم يؤثر لا على الخصوبة الفرتيلتي قبلية الإنجاب ولا على المشيمة ولا على الجنين خالص ومع ذلك قلنا يعني زيادة في الحيطة نحاول ما ناخدوش في أول تلات طوش ما فيش أي مشكلة طيب فيه بقى سؤال تاني طيب أنا خدت الفكسين مفروض بقى أشيل الإجراءات الاحترازية وروح بيتنا بقى وعب مع أهل عادي خالص قلت لأ ليه خبه لا الفكسين يقيق من المرض يعني ما يخليك ما تعياش لكن ممكن يحصل لك العدوى تاخد الفيروس بس ما تظهرش عليك أعراض المرض يعني عدوى بدون أعراض طبعا منتش خسران حاجة بس اللي حواليك خسران لأنك إنت خدت الفيروس أو ما عندكش مرض بس ممكن تنصره عليهم فعشان كده التزم بالإجراءات الاحترازية ولحد إمتى التزم بالإجراءات الاحترازية يقول لحد ما 70% من المجتمع ياخد اللقاح ويجيب عندنا مناعة القطيع والسؤال اللي برضو ببعات لي واحد يقول لي طب ده هياخد قدية إنت عشان يعني الطاعم 70% من البشرة اللي قمنا 7 و 8 من 10 يعني حوالي 6 مليار لازم تديهم طعم البشرة قلنا 7 و 8 من 10 مليار يبعاوه 6 مليار الوضع الحالي لا ينزر بأن أكتر 2 مليار شخص ممكن نعمل لهم في السنة لأنه محتاجين 4 مليون جرع يبا هتعجبوا الموضوع 3 سنين ده إجابة السؤال إن إمتى ننهي القصة دي تماما عندنا 30 من النهاردة مش من من الأول خفري طبعا شركات أكتر تطلع ونقدر نطلع 6 مليار يا رب آسف 12 مليار جرعة بقى عشان 6 مليار ياخدوه نطلعها في سنة لو اشتركت شركات أخرى لكن المتاح الآن ينذر بأنه في 3 سنين ده إجابة السؤال طيب نيجي للسؤال السابع مكونات الفكسين ده الحقنة بقى بتاعت خصوصاً هتكلم عن بتاعت موديرنا وبتاعت فايزر بتاعت أمريكا أربع حاجات الميسنجر أرق إن إيه اللي هو نفسه اللي هو الفكسين نفس حطين حوليه شوهي الدهون ليه دهون عشان قاطر تحميه دي نمع 2 طب نمع 3 حطين معاشرة سكر ليه عشان الجزيقات الدهون دي ما تلزأش ببعض وما تلزأش في الإزازة اللي بحطوط فيها الفكسين طب نمرأ أربعة محطوط فيها أملاح مثلاً في حالة فايزر حطين أربع أملاح بتقول لي حطينهم ليه عشان يحفظوا على درجة الحمضية بتاعت الفكسين زيان بقول هذه الحلقة لعوام الناس ولغير المتخصصين من الأطباء عشان يبقوا مستفدين طب نيجي بقى للايه للشائعات يبقى هي لا تحتوي فيه ثلاث حاجات الناس خايفة منها أن يكون فيها مكونات خنزير للحرمانية فيه ناس مش عاوز يبقى فيها ما فيهاش مكونات خنزير قولاً واحداً أن يكون فيها مكونات دم حاجات من الدم وكورات دم أو بلازمة ما فيهاش مكونات دم الناس خايفة يقولك ده هيحقنونا بمايكروشيبس طب جابت منين الشائعة دي أن الحيوانات إحنا بنحقنهم بمايكروشيبس عشان قاطر نقدر نتابعهم خلاص؟ راحوا فين جم منين لأنه حيوان بيجري في الدنيا عاوزين يتابعوا أولاً المايكروشيبس فيه حاكتين عشان تقتنع لا يمكن أن الفكسين يبقى فيه مايكروشيب حتى لو فيهن هي سيئة ده بيبقى حجمه زي بالظبط المايكروشيب في قطره زي الشالمون الشفاطة طب عشان يبقى حجمه زي الشفاطة حتى قد كده وبتخانة الشفاطة عاوز إبرة بقى تقن كده عشان تاخدها لو لقيتهم مسكن لك إبرة بهذا السمك بهذا السمك قول آه ده إبرة الإبرة مش الحقنة بهذا السمك قول ده بيديني مايكروشيبس نين؟ هم يدوك مايكروشيبس عشان تبعوك ليه؟ ما انت حضرتك معك سمارت فون نقدر بسؤوله شديده نقوله حضرتك فين ونعرف كل معلوماتك وبتتكلم في ايه وبتتكلم مع مين سهلة جدا ليه نحقنك بمايكروشيبس فلا فيه مايكروشيبس ولا فيه خنزير ولا فيه مكونات دم تاتا الناس خايفة منه وحاجات تانية زود خمس حاجات تانية مش موجود مفيش مكونات جنينية مفيش دي إن إيه لحد النهاردة مفيش فاكسين دي إن إيه يمكن يبقى فيه بعد كده بس مافيش دلوقتي مفيش مضادات حيوية مفيش الجلوتين اللي هو فيه ناس عندها حساسية من العيش الجلوتين بتاع البي مفيش مفيش بروتينات البيض عشان فيه ناس بتخاف من الحساسية دي دي الإجابة السؤال السابع طيب السؤال التام الجرعات هناخدها ازاي كلنا عارفين هناخد هناخذ جرعتين في حالة الفايزر وفي حالة الموديرنة وفي معظم اللقاحات الفايزر في فايزر بتاخدهم ما بينهم 21 يوم وقلت فايزر لازم تحتفظ باللقاح عشان كده ده لا يناسب الدول النامية في ميناس 70 سلسيس موديرنة بتاخد جرعتين ما بينهم 28 يوم وتحتفظ فيها في ميناس 20 سلسيس طب المناعة هتحصل امتى مش بعد الجرعة الاولى بعد الجرعة الاولى بيحصل ارتفاع طفيف جدا في المناعة انما المناعة تقول انا خدت مناعة بعد اسبوع من الجرعة الثانية اسبوع من الجرعة الثانية سؤال برضو جاني هل ممكن نستخدم جرعة من موديرنة والجرعة التانية تبقى من فايزر يعني نجمع بقى كده يمكن لوحدة زي ما نفعتش تانية تنفع خطأ لازم تاخد الجرعتين من نفس النوع فتبقى حافظ انت الدوق ايه هم طبعا حافظين عشان تعرف الجرعة الثانية هل هنكتفي بدول بس لا ربما نحتاج بعد كده لجرعة ثالثة محفزة بس ده حسب مستويات الانتيباضي اذا مش قبل ستة شهر هناخد هذا القرار طب مدة المناعة مدة المناعة لو انت خدت المرض في حالات نادرة عشان يبقى الكلام علمي حصلها اصابة مرة ثانية مش كل الناس يعني في الاغلب اللي جالهم كوفيد نانتين ما يجلهمش اصابة تانية في الاغلب في الاغلب عدد نادر جالها اصابة ثانية طب في حالة اللقاع المناعة بتاع اولا لحد الوقتي احنا احنا بدأنا اللقاحات دي من ستة شهور فخلينا واقعين ما نقدرش نجزم الانتيباضيز قاعدة ستة شهور هل هتكمل سنة هتكمل سنتين ما حدش يقدر يجاوب الزمن هو اللي هيجاوب هذا السؤال الانتيباضيز هتفضل ديه فاجابة السؤال رايت ناو على الاقل ست شهور لو قعدت واختفت بعد شوية هنحتاج نديك جرعة محفزة ولكن في جميع الاحوال فهي في ميزة تانية قلت في الكوفيد نانتين ان تحور الفيروس ابطأ من تحور الفيروس بتاع الانفلوانزا وعشان كده الفعالية قلنا خمسة وتمانين في المائة أو ستة وتمانين في الصيني تصل لخمسة وتسعين في الامريكاني بس عاوز اقول برضو عشان نبقى محق دي نتائج التجارب السريرية لكن لما بنبتدي ندي الفاكسوين في قطاع كبير قوي البشر بنلاقي ان النسب بتبقى اقل قليلا واحد ستسألني ليه لان التجارب السريرية دي بتبقى فيه وضع مثالي بتديها الناس قريدي جاية بتشارك في تجربة محفزة على روحها حاجات من هذا القبيل لما تدي في قطاع كبير من البشر النسب بتقل قليلا عن خمسة وتمانين وخمسة وتمانين في البيان مشان نبقى الكلام علمي ماء في الماء طيب هل واحد خادل الاصابة نطعمه اظن حكيت القصة بتاعة تلميذ الامس وزميل اليوم اه طعمه تاني ليه لانه احنا الاصابة مش عارفين الجرعة اللي خادها قديه والتاني هتديله انتباطز قديه فبنتعامهم تاني ده الاجابة خلاص بس امتى بعد التعافي تماما يعني بعد ما كل الاعراض طلوح واذا كان العلاق قلت شمل انتباطز اللي خاد الكوفيد خاد انتباطز ضمن العلاق فما تدلوش اللقاح بقولها لصغار الاطباء من غير المتخصصين قبل تسعين يوم تمام السؤال برضو واحد بتقول طب فايزر ناقص سبعين سلسيس وموديردا ناقص عشرين هل هيدوني حاجات الساعة عبدا دي لا احنا بنطلعه من الفريزرات ومنسيبه لما ياخد حرارة الغرفة ونخففه بمحلول ما نحن ندهولك من الدهولك في الحرارة العادية ده اجابة السؤال اللي بيسأل عليه الناس طيب سؤال تاني تسألته هل لقاح الانفلوانزا او لقاح الالتهاب الرئوي او لقاح الجامرة الخبيثة اللي هو الانثراكس هل اللقاحات دي ممكن تفيد في منعتي ضد الكوفيد نانتين الاجابة لا مايفيدكش في المناعة ضد الكوفيد نانتين قولا واحدا غير لقاح كوفيد نانتين طب سؤالة سألته طب ايه هل مهم ااخد لقاح الانفلوانزا اه طبعا مهم جدا تاخدوا بالاضافة للقاح كوفيد نانتين وقلت لازم بيبقى فيه ما بينهم على الاقل 14 اليوم ليه اولا لان لو جالك انفلوانزا الاعراب مشابه للكوفيد نانتين فممكن تتخطب اما تشفاهم انت عندك كوفيد نانتين والانفلوانزا اتنين لو جالك لقدر الله اثنان في آن واحد اصابة مجدوجة في منتال خطورة تلاتة انه وجود يعني وجود عدوتان في آن واحد يعني ناس عندها انفلوانزا وناس عندها كوفيد نانتين ده هيضغط اكتر على الانظمة الصحية المستشفات والاي سيو فعش كده لازم ناخد لقاحين بس بفترة 14 اليوم وطبعا لما ناخد لقاحين وعدد قليل من الناس يجي لها كوفيد وانفلوانزا يبقى نقلل فترات الاغلاق العام اللي موجود اللي قلت الوقتي تولت العالم مغلق ده كان السؤال التاسع نيجي للسؤال العشر والاخير بقى وده سؤال لطيف جدا هل السرعة بتؤثر على الامان يعني احنا عرفنا انه ده اسرع لقاحات في التاريخ اسرع لقاح كان بتاع قلت المامس التهاب الغدى النقافية خد 4 سنين طب ده فقال من 9 شهر طلعوا 6 لقاحات دلوقتي وفيه شوية تانين طلعين قلت لا لن يؤثر على الامان طب واحد يقولي طب فاهمنا ليه برضو بقى الحتة دي اكتر لصغار الاطباء احنا في التجارب السريرية بنمر بتلت مراحل وهقولها بطريقة سهلة جدا في فيز وان تو ثري ناس بلغين اصحاء وبندور على ايه بقى في فيز وان عاوجين نعرف بيدي مناعة بيعمل انتي باضج ولا لا يبقى في فيز وان ندور على حاجة واحدة حتى كنت احفزها للطلبة كده حاجة واحدة ندور على المناعة طب نيجي فيز وان تو هندي لعدة مئات مش لمية بس عدة مئات وبرضو شخص بالغ سليم طب ندور على ايه في فيز 2 وندور على حاجتين برضو ندور على المناعة وعلى بنسبة الجرعة اللي تدي اكبر مناعة يبقى حاجتين في فيز واحد بندور على المناعة بس فيز واحد حاجة واحدة فيز اتنين حاجتين المناعة والجرعة فيز 3 وهو الأهم بقى ده بنديه لعشرات الالوف مش لمئات مش الفئة اللين تعاوز تعمل لها مناعة كبار السن مثلا ده الفئة المستهدفة الهيئات الطبية حاجات من هذا القبيل يعني بتدور الفئة اللين تعاوز تديها مناعة اللي عندهم أمران مزمنة للألاف ولتلات أسباب يبقى ثلاثة ثلاثة فيز عاوز بالضرعة ثلاث حاجات عاوز تشوف الحماية من العدوى المتوسطة والشديدة ده واحد وبعدين عاوز تشوف ان اللقاح آمن لانك تدته الالاف يعني عاوز تشوف الفعلية والأمان فعلية في انه يقيه من العدوى المتوسطة والشديدة والأمان وبعدين تشوف هل اللي خد الفيروس ده ما خدش العدوة ما خدش الإصابة أسمعيش هل بياخد الفيروس وبينصره على البقين ما أنا قلت ممكن يبقى خد الفيروس لكن مفيش سمطم هو مش مدار بس مع الفيروس حامل الفيروس بينصره بالدار عاتت حاجات فيس تلاتة اللي بنعمله على عشرات الإلوف بنقسمهم مجموعتين مجموعة بتاخد الفاكسين ومجموعة بتاخد بلاسيبو يعني محلول ما لحاجة تانية خالص على فكرة لا المريض يعرف ولا الشخص اللي بيعمل التجربة يعرف يعني البيانات دي حاجزينا عنه عشان ما يبقاش بايست ما بقاش متحيز مين خدفة اللي بياخد أحسن وبعد ناخد المعلومات دي نوديها لجهات علمية معتبرة زي الFDA هي تقيم النتائج بتاعة الكلام ده تنفع ولا تنفعش لقينا كنتيجة للتلاتة دول إنها زي الفل الأمان كويس جدا وعلى فكرة فيز وان كان مفروض ياخد سنة لأكتر حتى بنحفظها بطيقة طيبة فيز وان سنة لأكتر والسبب واحد قلنا بنعمله فيز 2 سنتين أو أكتر والسببين فيز 3 تلات سنة أو أكتر إذن كان مفروض في الوضع العادي ناخد لو حسبتها كده على الأقل لست سنين ده أكتر ست لتسع سنين مثلا ده ما حصلش احنا خدنا تسعة تشهر خلاص يعني سرعة جدا ليه بقى السرعة دي وفي نفس الوقت فيه أمان لعدة أسباب واحد التكنولوجي تطور جدا في العلم دين من واحد اتنين تم مضغ فيز وان وفيز تو مع بعض تلاتة فيز تلاتة تم اختصار وقته يعني قعدنا شهور من السنين أربعة ان احنا لما ابتدت بشائر النجاح تبان مش هنستنى ما تظهر والف دي اي وافق لنا أو المنظمة اللي عندنا في كندا أو في انجلترا توافق الحكومات دفعت فلوس قالوا لهم انتجه وحتى لو الهيئات العلمية ما وفقتش هنرمي العينات دي بس لو وافق وطلعت حلوة يبقى جاهزة هذه الأربع أسباب ازاي تم السرعة في نفس الوقت مع الأمان يبقى سؤال برضو عشان يبقى أمناء طب الكلام ده على عشرات الألوف لكن لما نجربه في ملايين آه في حاجة في الطب اسمها adverse effects يعني تأثير غير متوقع آه ممكن واحد في المليون أو قلنا واحد في كل مئة ألف في كل مليون قلناها حتى في اللقاحات الأخرى يحصل له حساسية انسوات احنا بقولك في عشرات الألوف مفيش حاجة في مالين ممكن يحصل آه ممكن يحصل أقولها لك بطريقة تانية عشان تقتنع حضرتك احتمال واحد في المليون لما تنزل من بيكو يحصلك حادثة لقدر تدهمك في ثيارة يبقى بتنزلش ده الحل افرد ان فيه احتمال واحد في المليون مش عارفينه دلوقتي ان اللقاح يبقى فيه خطورة يبقى نعرض مليون للخطر يموت فيهم واحد في المية يعني عشرة تلاف عشان واحد ممكن يحصل له حدا ويقوله سيكون برومايز يا جماعة نشوف ايه اللي مفروض نعمله ده كانت إجابة اسئلة العشرة الأكتر قلت لعوامل ناس وللصغار الأطباء من غير المتخصصين وفي النهاية أرجو قال لا يستقي أحد معلوماته من غير المتخصصين من رجال الألم وما أكثر دول على وسائل التواصل حاجة بفتح الحقيقة حاجات غريبة بقى تقرأ بقى كرومونيوم وشلولة وعصير تقوم وغرغرة طبية وحاجات مش نهاش في الدنيا ومش كده بس والناس بقيت ايه عشان تثير عن أكتر معلومات بقى مثيرة وغريبة ده هيحقنوك بمايكروشيبت ده مفيش خالص كوفيد في الدنيا الدنيا دي بتحذر الاقتصاد العالمي وقع كده هزار بنحك مع بعض حاجات من هذا القبيل معلومات مثيرة وغريبة كل يوم ونعد نتداول حاجات أشياء لا تصح ويبقى السؤال الجوهري اللي من أجليه أنا عملت هذه الحلقة وحلقة زي ما انت شايفت متخمة بالمواد العلمية هل نأخذ أي لقاح في بلدنا متوفر الإجابة بالقطع نعم وبملء الفم ليه لصالحك ولصالح المجتمع وما استحق أن يولد من عاش لنفسه بتاخدوش بس عشان نروحه لأن مش هنقدر نخلص من الكارسة دي غير لو 60-70% من الناس خدوا اللقاح ووصلنا إلى مناعة القطيع وأعيد مجددا ومقررا ما قلت في أول حلقة لم يختفي فيروس في التاريخ في التاريخ بالمناعة الطبيعية بالنطبع بالنطبع ما حصلتش اختفت فقط الفيروسات بالهيرد إميونيتي بمناعة القطيع باللقاحات ولنا قلت دليل شال الأطفال نحمد الله ما فيش أطفال النهاردة بيجي لها شال أطفال بسبب لقاح شال الأطفال ما فيش جدري بسبب لقاح السمول بوكس عمرها ما انتهت الأوبئة بمجرد إن احنا ناخد المرض وقلت تكلفة المرض إن 15% إصابات شديدة و1% يموتوا ضغط جامل ناس كتيرة هتعمل ضغط على الأنظمة الصحية مش عارفين المناعة دي هتقعد قد إيه قلت الأربع أسباب بتاعت ليه من سيبش روحنا ما فيش غير لقاحات فمن فضلكم من فضلكم الناس اللي هي واخد قرار مسبق تسمع الحلقة مجدداً ومكرراً وتشوف إيه الأعراض الجانبية إيه الاحتمالات لم عملوها إزاي أسرعوا إزاي اسمع اسمع من يعلم يحضر ومن يحضر يأمن لازم بالعلم مش بالفهلاوة مش نعد نتابع من غير المتخصصين كلام مش عاوز أنعت أي حاجة دايق أي حد وفي النهاية أشكركم على حسن متابعتكم وألقاكم بإذن الله في حلقة جديدة برنامج سعادتك في صحاتك مع الدكتور ناجي وحتى ذلك الحين أستودعكم الله وأشكركم شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً